من اسطنبول عمر إيميشت كبير والاقتصاديين في بنك البركة بركة تورك التشاركي إذن المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 14% كيف تقرأ هذا القرار من قبل المركزي التركي؟ أولا شكرا على استضافتي في البرنامج نعم البنك المركزي التركي أبقى الفائدة مستقرة دون تغيير وعندما ننظر إلى الأرقام يعدى 14% هذا الأمر جاء متوافقا مع توقعات السوق لأن السوق لم تتوقع أي تغيير للفوائد من البنك المركزي وعندما ننظر إلى ما أعلنه البنك المركزي التركي نجد أنهم ذكروا المخاطر العالمية والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة وبالتالي البنك المركزي يتحدث عن ارتفاع أسعار السلع في العالم إضافة إلى القيود التي تطال سلاسل التوريد هذا الأمر ذكر في قرار البنك وأيضا هم تطرقوا إلى المحافظة على سياسات داعمة والمحافظة على شراء الأصول ومن منظور السوق التركي التغيير الأهم كان يرتبط بتوازن الحساب الجاري وحاليا البنك المركزي التركي قال إن هناك فائضا في الحساب وكان هناك إزالة لبعض البنود من القرار وخاصة في ضوء التضخم العالمي المرتفع وهذا الأمر بالتأكيد سيؤثر على التوازن في الحساب الجاري نتحدث عن نسبة تضخم مرتفع حول العالم ولكن في تركيا ارتفعت أسعار المسهلكين 54% على أساس سنوي هناك ضغط في تركيا هناك تكاليف مرتفعة للطاقة للغذاء الآن كيف يتم التعامل مع هذه تحديدا؟ التضخم في تركيا هو عند 54% وخلال العام التضخم سيكون متقلبا ومرتفعا وتحديدا خلال هذا العام وربما يستمر في الارتفاع حتى شهر مايو وقد يصل إلى أعلى من 60% لكن عندما ننظر إلى البنك المركزي هو قال ذلك وقال أن التضخم مرتبط بحركة في الأسعار غير صحية وعندما تتراجع التأثيرات المرتبطة بالقياس مع العام الماضي سيكون هناك تراجع في التضخم وخاصة مع الاقتراب من نهاية هذا العام وبداية العام المقبل هذا ما قاله البنك المركزي وإذا نظرنا إلى المشكلة العامة حاليا السياسة الأساسية للبنك تحاول التعامل مع تقليل الاعتماد على الدولار وتحاول تحويل الودائع بالدولار واليورو إلى الليرة التركية تشجيع الناس على فعل ذلك وهي تمكن الناس من خلال اتباع سياسات اقتصادية كلية وهناك دعم لصعر صرف العملة والغاية هي المحافظة على استقرار صعر صرف العملة ونتيجة لذلك فإن الغاية هي تقليل من تأثير ارتفاع التضخم هذا هو الهدف الأساسي للبنك المركزي التركي حاليا بين ما يقوله البنك المركزي مقابل ما يقوله المحللون تركيا أمام انتخابات في العام المقبل هل ستتمكن هذه السياسة من حماية الاقتصاد التركي قبل الانتخابات أم سيكون هناك خطوات تتخذ في اللحظات الأخيرة لدعم الاقتصاد بشكل أو بآخر الأمر يتوقف على التطورات التي ستحصل في الأسواق العالمية تطورات الاقتصاد كله وتطورات التضخم في العالم وما إذا كانت سياسة البنك المركزي التركي للتقليل من الاعتماد على الدولار تنجح أم لا حتى الآن عملية التقليل من الاعتماد على الدولار وحماية الليرة التركية كانت بحسب التوقعات وهناك أدوات أخرى متاحة يمكن للبنك المركزي أن يستعملها من أجل دعم الأسر والشركات وبالتالي إذا نجحت سياسة دعم سعر الصرف فإن التضخم وتحديداً في بداية العام المقبل سيتراجع بعيداً عن ذلك نعم التضخم مرتفع جداً والعوائد من الودائع أدنى من التضخم بعبارة أخرى فإن هناك تراجعاً في القدرة الشرائية وبالتالي سياسة حماية الودائع التي يدعمها البنك المركزي عبر الحوافز وإذا كانت هناك أدوات أخرى ستطبق فعلى الأقل سعر الصرف يمكن أن يظل مستقراً ضمن حدود معينة ولكن إذا ارتفع التضخم فهذه مشكلة لكن البنك المركزي سينجح في بقاء سعر الصرف مستقراً وهذا يعني أن التضخم سيتراجع بداية العام المقبل نترقب ونرى عمر إميش كبير والاقتصاديين في بنك البركة تورك التشاركي كنت معنا من اسطنبول شكراً جزيلاً لك